السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم يا شباب عاملين ايه اهلا بكم مرحبا بقناة الاهلوية في اوروبا قناة الاهلوية في المانيا قناة الاهلوية في كل مكان بتدعم مصري بتدعم النادي الاهلي بتدعم كل لاعب مصري في الخارج بتدعم اولاد بلدنا في الخارج الاهلي اللي رافع على مصر قبل ما بيرفع عالم الاهلي الاهلي العالمي الاهلي الاهلي الافريقي الاهلي الصبر الاهلي دوري ابطال افريقيا الاهلي 43 دوري هقول زي ما تقول المهم خليك مصري خليك اهلاوي خليك وطني مش عاوزين نسب ولا نشتم ولا نرد ولا بنعمل اي حاجة خالص التحدي بيكون في ارض الملعب التحدي بيبقى في السباء سبقن هنا وشوف مين اللي هيزبق اتوا انزل الملعب وشوف مين اللي هيلعب احسن غير كده ما فيش كلام كلام الصحافة كلام الاعلام كلام استديهات تحليلي كلام واحد بيطلع ينخع الكلام ده جيبتاعة الاهلاوية المهم يدعمونا وخليكم معنا دايما ان شاء الله اتعالى معاكم باذن الله ونبقى يعني نرفع على مصر وعالم بلدنا وعالم الناد الاهل بعد التحية والتقدير لكل المتابعين وكل الاصدقاء الجمال اللي ان الواحد خلاص ادمن ان الواحد يتكلم معاكم ويكون في كل المباريات بتمنى دائما الاشتراك والدعم لقناة الاهلاوية في اوروبا وحضراتكم شفتم وشايفين وبتابعوا الفيديوهات ان احنا الحمد لله بنجيب الاخبار قبلها بخمس ست شهور على سابير المثال شركة اليانز وهنتكلم عنها دلوقتي على سابير المثال برضو حبس المحبوس قلناها من ديسمبر 22 حاجات كتيرة جدا حتى امام عشور هنجيب لكم دلوقتي كمان كلام احنا قلناه من حوالي اربع شهور في شهر ابريل اللي فات والشروط اللي من وجهة نظر انا ان انا وافق ان امام عشور ييجي الاهلي وقد كان الحمد لله فاتمنى منكم المتابع والاشتراك والدعم ادعم لو المحتوى عجب حضرتك ادعم كل قناة ما بتنشرش اي فتنة ما بتسبش في حد ما بتدخلش في شرف او اي حاجات خاصة باي شخص اخر لكن بترد بكل حزم بكل حرية بكل مصداقية بنرد وبند في الاخر كمان الرشدة عشان خاطر اجيالنا اولادنا اخواتكم اخواتنا على اساس ان ان شاء الله يعني ربنا يسمع منا ونرجع لعصر رياضي عصر فير بلاي عصر فيه حتى التحفيل يكون بكل ادب واحترام وان احنا نرجع تاني كلامنا يوصل للساد المسؤولين مش محتاجين دوري شركات محتاجين دوري اندية شعبية محتاجين تقليص عد الاندية محتاجين مهاجم مصري في كل نادي كبير عشان مشكلة المنتخب عندنا حاجات كتيرة جدا ما ينفعش ان في دول كتيرة جدا تسبقنا بل الاندية اللي احنا عملنا فيها كورة اصبحت تنفسنا وتغلبنا في مباريات يعني بصراحة برغم وجود نجوم زي محمد صلاح وغيره طيب احنا هنبدأ دلوقتي وزي للأسف الشديد ما قلنا لكم في ناس مش هتتحاسب في ناس مش هتتحاسب وعلى سبيل المثال ولا الحصر يعني احنا شفنا المشكلة بتاعة الكابتن ميدو وان هو بيتهم اشخاص بعينهم ان هما بيعني تبع مجموعة المفروض تكون محظورة المفروض لو حد تبعها هيتسجن هيتأمل هيتحاسب فدخل وبعدين على العام ونزل صور مثلا للكابتن سيد عبدالحفيز وغيره وان مش عارف ايه وتبع الاخوان مش تبع الاخوان سبحانك يا رب بعد ما شكوت الاستاذ القدير محمد عصمان للنائب العام فجئنا بعد 48 ساعة انشار البسطات يعني ديت يعني احنا بيفكرنا بقصة عودته من السعودية وطرده من هناك بيفكرنا باني احنا دخلين على انا عصر بالضبط وهل لما انت تنشر وملايين الناس والمشاهدين يشوفوا التويتات بتاعتك خلاص انت كده خلاص يعني هو يعني الانت النت بقى ملك اهلك مثلا او او انت تنشر وتخاف من السجن وبتاعت دي السيناريو انا قلتلكم في ناس معينة مش هتتسجن في ناس بتتصلع انها تخلف ابو حديدة وللأسف الشديد انا متوقع كده وده احنا شفناه وحضراتكم اكيد شفتم مداخلة الاستاذ محمد عصمان مع الاستاذ عمرا قديب وشفنا قد ايه ان الاهل ممكن يتنازل بشرط بتلميح يعني ده كان تلميح احنا ما بنأكدش بشرط ان الكابتن ميدو يقدم اعتذار ومش اعتذار واعتذار رسمي طيب الاعتذار الرسمي ده يعني صفته ايه يعني هو ان الناس هتترجمه هتترجمه ان ميدو كان كلامه صح هيطلع لك بعدها ثلاث اربع سيقولك انا تنازلت فقط عشان انا مش عايزة تحبس عادي انما انا كلامي انا مبراجعش فيه بس طب شلت التويتر ليه انشرتها عشان المحامي بتاعي قال لي كده عادي فانا يعني بجد كل الحصرة لو الاهلي تراجع او تنازل عن تلك القضية هل هناك في ضغوط هل كذا احنا هنشوف الاحداث احنا عايشين يعني واقع مرير واقع مرير بمعنى الكلمة وللأسف الشديد كلامنا اللي احنا لا نتمنى انه سيحدث لا هيحدث وبيحدث وشوفنا قد ايه ان المحبوس طلع بيشكر قد ايه الحبس كان جميل وقد 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 فبجد يعني احنا بنتمنى وبندع ربنا ان بداية كده قبل ما احكي لكم حكاية الينز وحكاية الاستاد وحكاية امام عشور وكده يعني نيجي يوم كده الحق يبعى الجميع القانون الشامخ القضاء المصر الشامخ يحترم وبيحترم من خلال تنفيذ القرارات مش من خلال شوية كلمات على النت او هنا او هنا او على قنوات وبعد ما يقول لك كل الاحترام وكل التقدير ما ينفسي القرارات وبعد كده يدخل تاني في شخصيات الناس وامهاتهم وابهاتهم وطبعا الاحفاد موجودين سواء امير احمد ميدو بيليا كذا احنا ربنا يسطرها فنهاية الفوضى مش هتبقى بنهاية شخص انما هتكون بنهاية الفوضى في تنفيذ الاحكام هي دية اللي احنا بنتمناه باذن الله تعالى عشان خاطر مصر عشان خاطر منتخب مصر عشان خاطر اتحاد كوري يبقى فيه ناس نوضاف يجوا عشان خاطر ولادكم واجيالكم واجيالها تشيل الراية بعد كده مش ممكن الاهلي بيحارب لوحده اللي رفع عالم مصر في جميع انحاء دول افريقيا والعالم في حين ان فيه اندية تانية مالية الفيفا صراخ وعويل وعضايا وخالد بن طيب على مش عارف مين على جروس على شيكا والبرتغال على مش عارف ايه ما علينا طيب الان دلوقتي يا شباب احنا بنتكلم على شركة الينز هحكي لكم القصة بتاعة الينز خليكم معايا وعشان كده بطلب منكم بترجع ان لو المحتوى عاجب حضرتك انك تشترك تشير تقول الناس فيه قناة غريبة في اوروبا بتحمل اسم مصر بتحمل الاهلوية في اوروبا طبعا عشان كده بيبقى صعب جدا جدا الفيديوهات تنتشر في وطن الغالي فبمساعدة حضرتكم باذن الله تعالى صدنا يوصل لكل الناس اللي احنا بنحترمهم عشان ربنا يحمي حكومتنا وجيشنا وشعبنا وناسنا وارضنا من كل فتان من كل نصاب من كل خاين من كل جسوس من كل اي حد بيشتغل فقط لجيبه وحسابه الشخص شركة أليانز شركة أليانز تعمل شركة أليانز على تأمين مستقبل عملائها منذ تأسيسها عام 1890 يعني هل بنكلم عن شركة عمرها ما يقرب من 133 سنة وكان لها أديال وموظفين ومديرين يعني طبعا التأسيس كانت في عاصمة ألمانيا برلين وكان طبعا تتخيل حضرتك 1890 ديات يعني العالم كان عايش ازاي وكان لسه ما فيش حرب عالمية ولا أولى ودي الشركة ديات يعني إقليميا بقت رقم واحد عالميا في التأمين شركة أليانز طبعا استخدمت من سنة 22 شركة أليانز S.E بمجموعة بدأت ب2442 موظف وطبعا بتضم شركة أليانز في روح كتير جدا جدا في جميع الدول العالم والولايات في كل دولة يعني إحنا بنتكلم على حوالي 160 ألف موظف في شركة أليانز متفرقين على حوالي أكتر من 70 دولة فدي شركة أليانز اللي كان طبعا مركزها الرئيس في برلين وتأسست في برلين بعد كده العبد لله الحمد لله كان من الناس اللي هم مسؤولين في الهندسة الكمبيوتر والشبكات في أنه المركز الرئيسي يكون في مدينة ميونخ في بافاريا في ألمانيا وده كان من حوالي تقريبا 20 سنة والله أعلم لأن أنا كنت حوالي 12 سنة أو أكتر موجود ودلوقت المركز الرئيسي في ميونخ بقيادة هير أوليفا